أكد وزير الداخلية سمير بيضين أن الدولة لن تتساهل في ملاحقات الجريمة والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن بما يسجم مع القوانين والتشريعات ومبادئ العدل والمساواة وأكد بيضين خلال زيارته إلى المديرية العامة لقوات الدرك أهمية الدور الأمني الفاعل في تعزيز الأمن والطمأنينة في المجتمع وضرورة التنسيق المستدام بين الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين مع التكامل في الأدوار والواجبات لتعزيز سيادة القانون والدولة